كان من المفروض أن يعود مدرب المنتخب الوطني بيتكوفيتش للجزائر هذا الشهر مثل ما هو متفق عليه لكنه لم يلتحق وكشفت وسائل إعلامية أن المدرب البوسني قرر تمديد عطلته طالما أن المنافسات والنشاطات الكروية متوقفة في البلاد ويبقى الغموض يسود محيط المنتخب حول مصير بعض القضايا العالقة وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك التعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن وفي انتظار عودة بيتكوفيتش من عطلته تبحث الجماهير الجزائرية عن أجوبة لبعض الأسئلة المطروحة بشدة مثل عودة رياض محرز حيث قيل الكثير عن لقاء منتظر بينه وبين مدرب الخضر في النمسا على هامش المعسكر الذي يقيمه الأهل السعودي هناك وبعد مرور عشرة أيام كاملة على تواجد محرز بن نمسا لم نسمع أي خبر عن لقاء الطرفين فمتى يحدث ذلك؟ وهل سيعود محرز حقا في تربو السبتمبر المقبل؟ وبخصوص اللاعبين الجدود كشفت قناة الحياة مفاجأة كبيرة حينما أعلنت عبر منشور لها أن بيتكوفيتش لن يعتمد على أي لعب جديد إلى غاية سنة 2025 وبالتالي تصبح كل الأخبار المتدولة حول استدعائهم لمعسكر سبتمبر وخاصة من مزدوج الجنسية مجرد إشاعات ومع تأخر البطولة الوطنية التي تنطلق بعد خوض الجزائر لأولى مباراة في التصريات المؤهلة لكاسي أفريقيا 2025 كيف سيكون الحال مع استدعاء لعبين محليين للمنتخب وهم غير جاهزين تماما؟ ما رأيكم في كل ما يحدث؟ شاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد